أهلاً ومرحباً بحضراتكم أجدد سعادتي لوجودي معكم وانضمام أعداد كبيرة من حضراتكم لهذا البرنامج وهذا الموضوع الهام للغاية إدارة الصف أحباء الكرام علم به كل تفاصيل الحياة داخل العمليات التعليمية التعلمية لا يمكن للأباء والأمهات وأولياء الأمور أن يكونوا بعيداً عن هذا الموضوع ولا المعلم الواعي الفاهم يقول أنا ما ليش دعوة ولا لإدارة المدرسة والمؤسسة الطربوية أنها تقول ما ليش دعوة إذا أردنا أن نبدأ مجتمع حقيقي يعي ما المطلوب منه فلابد أن نمارس هذه الأليات وهنا يطرح سؤال في غاية الأهمية قبل ما ناخد ونتناول ما يسمى بالاتجاهات الحديثة لإدارة الفصل هل هدف المعلم من إدارة الصف مجرد أن يحافظ عن نظام ويخلي الولاد يتقنوا المادة الدراسية؟ ولا عملية التعلم تعتمد على المعلم بشكل أساسي؟ أم أن عملية التعلم تحتاج إلى تفاعل مستمر بين المعلم والمتعلم؟ وده ما يؤكد عليه الاستراتيجية التدريسية الحديثة والتأكيد على التعلم الذاتي والتأكيد على أن المعلم موجه للطلاب ومجرد مرشد لطلابه بينما الطلاب هم من يبحثوا عن المعلومة ومن يأتوا بالبيانات وغيرها من المعلومات التي تضيف إلى المادة طيب إذا كانت القضية ما عددتش أننا هم يحصلوا وأنا أوصل المعلومة ولكن كيف يأتي الطلاب بالمعلومات وكيف يبحثوا عنها وهذا موضوع أكبر بكثير مما يجب أن يراه البعض أما أسأل الناس سؤال تجاهت حديثة في إدارة الصف؟ هيرض على يقول لي خد بالك في حاجة مهمة جداً خدوا بالك منها أن عندنا مشكلات بتواجهنا عند إدارة فصولنا لازم تبقى متبروزة واضحة قدامكم يسأل سائل لدي العديد من المشكلات التي تواجهني عند إدارة الصف منها في واقعنا الذي نحياه ارتفاع كثافة الفصول أعداد كبير دارس الحكومية حدث ولا حرج في بعض الأماكن في بعض المناطق مش في الكل ولكن يعني لدينا ظاهرة مشكلة ارتفاع كثافة الفصول الولاد بيكلموا بعض من غير إذن فجأة أنت بتشرح الباب يتفتح دخل زائر بدون إذن ما شاء الله ده موجود يعني ومنتشر بحجة السلطة هو المدير أو الناظر أو الموجه يفتح ويدخل الوكيل المشرف وده في المجتمعات الغربية مش موجود بهذه الألية يعيب أن أنت تقتحم على المعلم صفه دون إذن من هذا المعلم طيب ازدحام الفصل وصعوبة الحركة جوه الصف نفسه مدرس نفسه يتحرك ونفسه يسمح للتلاميذ بالحركة ويخرجوا على الصبورة ويرجعوا ويردوا وزميلهم بوشايفينهم فأمامي أزمة مشكلة تأخير بعض التلاميذ والمتعلمين في الحضور للصف مشكلة اللي قا في تعليم العام ولقا في مشكلة عندي الإشراف المدرسي متعدد الإشراف يعني داخل المدرسة والإشراف الفني وده مشرف جاي وده مشرف جاي وحظك بقى لو المدرسة قريبة للجهة الرقابية قريبة للإدارة قريبة للمدرية قريبة للوزارة أدخلت في أزمة كل اللي معدي ورايحه جاي يستسهل ويدخل لا بيش فرصة طيب عدم تنفيذ التلاميذ لتوجيهات المعلم مشكلة أخرى كل ده مشاكل تؤثر سلبا على الإدارة الصفية لو أنا سألت حضراتكو هذه المشكلات اللي عرضتها بشكل سريع جدا وفي غيرها كتير يا طرى تقترحوا مشكلات أخرى هل في مشكلات أخرى بتواجه ترون أنها تواجه المعلمين أثناء إدارة الصف اللي عنده مشكلات يبلغنا بيها ويقول والله على غير ما قلت نضيف واحد اثنين تلاتة اربعة طيب يجي السؤال المهم اللي عايز يعني المشكلات اللي فاتت دي لها عوامل أكيد عوامل إثارة المشكلات في المواقف التعليمي إذا سألت هذا السؤال ما العوامل التي تسير المشكلات في المواقف التعليمي لحضراتك وسألته لنفسي وسألته وطرحنا على الأدبيات التي تكتب عن إدارة الصف هلاقي هناك عوامل ترتبط بالمعلم وهناك عوامل ترتبط بالمتعلم نفسه وهناك عوامل ترتبط بالمحتوى بالدرس وهناك ما يتصل بالفصل والمكان والبيئة الفيزيقية وغيرها من العوامل التي يمكن أن نشير إليها باحقا بشكل أكثر تفصيل مدرس مشكلة مش عارف أدير الصف ليه لأن المدرس ده لازم يمتلك سمات شخصية ولازم يمتلك سمات مهنية ولازم يمتلك سمات ثقافية مدرس مش مذاكر المادة كويس بقف أمام مشكلة عدم تمكنه من المادة العلمية قد يؤدي إلى مشكلات داخل الفصل إطرت طبعا ليه اهتزاز صورته في عيون طلابه وعيون من يتعاملوا معه مدرس بيغضب بسرعة وسهل إثارته مدرس يستخدم دائما العقاب المستمر عقاب المعنوي العقاب بأدواته وأشكاله مدرس بيركز على المجموعة اللي تاخد عنده دارس ومطنش الباقي يركز على فئة ويهم الفئة أخرى مدرس يعتمد على طريقة تدريس واحدة مدرس لا يراعي الفروق الفردية مدرس يهمل في إعداد الدروس لا يعدش الدرس بشكل جيد مظهره غير لائق هيئته ومنظره في الهيئة طريقة لبسه يسير الطلاب طيب مداخلات دون إذن داخل الصف مدرس غير ملم بما هو جديد في مجال تخصصه طيب الحاجات دي يمكن أن أضيف لها أمور كثيرة أخرى لا يستخدم الوسائط التعليمية المناسبة لا يراعي الفروق الفردية لا يستخدم أسليب التقويم بمعناها بمضمونها الشامل لا يستخدم النشاط في موضعه كل هذه العمور تؤدي إلى خلل في إدارة الصف طيب التلاميذ نفسهم بقى المتعلم حسب مرحلته العمرية بتعامل مع طفل في سلوكيات تؤدي إلى إثارة العديد من المشاكل أحاديث الجانبية بين الولاد في الفصل وتحركهم من أماكنهم دون إذن دي مشكلة طبعا هو ممكن يتحدث ويتحرك طالما أن حضرتك سيبه وما بتشرحش ولو سنو صغير وبتحرك وانت زعلان أنه تحرك وهتوقع اليوم العقاب زي ما كان بتعمل فينا وإحنا صغيرين ده أسلوب غير طربوي لأن إن لم تشغله شغلك وانشغل عنك لأنه طفل تقتل حركية ويريد أن يوظف هذا الأمر في داخل الصف وخارجه فما ينفعش إنك تكبيته إضافة إلى أن أنماط الشخصيات في نمط حركي في نمط بصري في نمط سمعي فيجب على المعلم أن يراعي هذه الأنماط طيب كثرة الأحاديث الجانبية كثرة المشكلات بين التلاميذ وبذلك طلبة اللي بتأخره عن الحضور تلميذ المتفوق أحيانا يكون مصدر للإزعاج لأنه مش عاجبه الكلام اللي بتقاه عنده الكلام ده وحفظه وعرفه فمحتاج كيف تشغل بما هو جديد لأنه متميز تلميذ اللي بتتأخر دراسيا قد يشكل أيضا مصدر لألأ للمعلم ولهذا إحنا محتاجين معلم واعي وفاهم معلم لدي القدرة كيف يتعامل مع هؤلاء في الدرس أحباء الكرام بعض المشكلات التي قد تكون خاصة بالمحتوى أنا بحبش مادة أنزعك أعمل مشكلة طبيعة القدرات وتفاوت قدرات التلاميذ من شيء إلى شيء من مادة إلى أخرى ما ينفعش أقول للطالب أو التلميذ اللي ضعيف عندي أقول له أنت فاشل ومش نافع في حين أنه هو نافع جدا في مادة أخرى فتعمله نوع من الإحباط ويؤدي ذلك إلى صدام مع هذا التلميذ داخل بيأصف فيه جفاف المواد الدراسية في كثير منها الاعتمادها على الجانب النظري والحفظ والكلام ده هذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة جوة الفاصل البيئة الفيزيقية فاصل مش مناسب فاصل مش مكيف فاصل حيطانه مكسرة المقاعد مكسرة الشبابيك مكسرة الهوى داخل بيلفح الولاد يعيني من الساعة الحر مالي للصف مشاكل الأساس والتجهيزات كل هذه الأمور نظافة الفصل مش نضيف بنشوف مناظر سيئة للغاية للأسف الشديد ارتفاع كسافة الفصول ضوضاء من الفصول الأخرى وفناء المدرسة الإضاءة داخل الصف مش كافية كلها مؤشرات خطيرة جدا تخليك في النهاية مدرك وتبحث عن كيف تدير الصف بنجاح وفق خطوات استعرضنا وسنستعرض كثير جدا منها ولكن نلمح إليها في المداخلة القادمة إن شاء الله نلتقي على خير نصائح لإدارة الصف بنجاح للتغلب على المشكلات التي تم عرضها في تلك المداخلة ألتقي بكم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر